رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله تعالى التي أرسلها للناس أجمعين هو النور الذي بدد الله به ظلام الشرك والظلم الذي عاشت فيه البشرية طوال سنين أشرف الخلق نسبا وأعظمهم مكانة وأعلاهم قدرا وأرأفهم قلبا وأصفاهم نفسا هو رحمة الله للعالمين سيرته هداية للحيارة والتائهين اشتاق إلينا ولم يرنا فنشهدك يا ربنا أننا اشتقنا إليه صلى الله عليه وسلم فارزقنا السير على سنته ولا تحرمنا يوم القيامة شرف صحبته ولا كرامة شفاعته هلما في هذه السلسلة العطرة نلتف حول بستان شخصيته صلى الله عليه وسلم نتنسم عب قسيرته ونطالع تلك الصفحات الناصعات من حياته وصحبته مع سلسلة جديدة عطرة مباركة تجمعنا معكم بصحبة خير البشر والتي هي بعنوان هذا الحبيب راجين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها اللهم آمين من عام الفيل وفي شهر ربيع الأول الذي أصبح يعرف بربيع الأنور ومن ليلة الاثنين الثاني عشر منه طلع فجر النبوة المحمدية هذا الذي عليه أكثر المؤرخين للميلاد النبوي السعيد الحمل قبل الميلاد والمصاهرة قبل الحمل والوالد قبل الولد ولكل زمان ومكان في مكة وفي بيت عريق في الشرف بيت شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي زوج عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح سليلة الشرف أشرف فتاة وأعفها وأكملها خلقا وخلقا آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب الزهرية القرشية أما عبد الله الوالد فللق به بالذبيح قصة من أظرف القصص وأطرفها تتشنف الآذان بسماعها وتهف القلوب لذكرها وهذا عرضها باختصار حتى لا نبعد عن ساحة الأنوار كانت زمزم قد طمرتها جرهم عند مغادرتها مكة لظلمها فانهزامها وظلت زمزم مطمورة إلى عهد شيبة الحمد عبد المطلب فأري في المنام مكانها وحاول إعادة حفرها ومنعته قريش ولم يكن له يومئذ من ولد يعينه على تحقيق مراده إلا الحارث فنظر لله تعالى إن رزقه عشرة من الولد يحمونه ويعينونه ذبح أحدهم ولما رزقه الله عشرة من الولد وأراد أن يفي بنذره لربه فاقترع على أيهم يكون الذبيح فكانت القرعة على عبد الله وهم أن يذبحه عند الكعبة فمنعته قريش وطلبوا إليه أن يرجع في أمره إلى عرافة بالمدينة تفتيه في أمر ذبح ولده فأرشدته إلى أن يضع عشرا من الإبل وهي دية الفرد عندهم وأن يضرب بالقداح على عبد الله وعلى الإبل فإن خرجت على عبد الله الذبيح زاد عشرا من الإبل وإن خرجت على الإبل فانحرها فقد رضيها ربكم ونجى صاحبكم فوصلوا مكة وجئ بالإبل وصاحب القداح وقام عبد المطلب عند هبل داخل الكعبة يدعو الله عز وجل وأخذ صاحب القداح يضربها وكلما خرجت على عبد الله زاد عشرا من الإبل حتى بلغت مئة كل ذلك وعبد المطلب قائم يدعو الله عز وجل عند هبل فقال رجل قريش قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب فأبى إلا أن يضرب عنها القداح ثلاث مرات ففعل فكانت في كل مرة تخرج على الإبل عندها رضي عبد المطلب ونحر الإبل وتركها لا يصد عنها إنسان ولا حيوان ونجى الله تعالى والحمد لله لا سواه عبد الله والد رسول الله فهذا سبب لقب عبد الله بالذبيح وهو أحب أولاد عبد المطلب العشرة إليه وزاده حبا فيه هذه الحادثة العجيبة وأكرم الله تعالى عبد المطلب بإعادة حفر زمزم إذ وافقته قريش على حفرها وكانت موافقتها لآية شاهدتها لعبد المطلب وهي أنهم لما منعوه من حفرها وأبى عليهم ذلك قالوا نختصم إلى الكاهنة وهي كاهنة بني سعد وكانت بأعالي الشام فذهبوا إليها وأثناء سيرهم في طريقهم عطشوا لنفاد مائهم فلما ظنوا الهلاكة وإذا بعين تنفجر تحت خف ناقة عبد المطلب فقاموا فشربوا وسقوا وعندها أذعنوا لأمر عبد المطلب ورضوا له بحفر زمزم خالصة له دون غيره من أهل مكة إن من نتائج وعبر هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي فزع عبد المطلب إلى الله تعالى يدعوه دليل على أن مشركي العرب ما كانوا ملاحدة بل كانوا يؤمنون بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا والقرآن شاهد بهذا دعاء عبد المطلب الله تعالى عند هبل استشفاعا به وتوسلا ورثه الشيطان جهال المسلمين فإن أحدهم يأتي قبر الولي ويدعو الله تعالى عنده استشفاعا بالولي وتوسلا به على سنة عبد المطلب الجاهلي والعياذ بالله تعالى كرامات عبد المطلب التي أكرمه الله بها كرؤيا بئر زمزم وحفرها والماء الذي نبع من تحت خف ناقته وخروج القداح على الإبل لا على ولده هي في الظاهر كرامات لعبد المطلب إلا أنها في الحقيقة هي آيات النبوة المحمدية وتباشيرها مواصلة ضرب القداح حتى بلغت مئة كانت مبدأ تقرير دية الرجل وهي مئة من الإبل وأقرها الإسلام فكانت دية الرجل المؤمن والمرأة على النصف منها الحمل والميلات لقد تزوج عبد الله آمنة زوجه بها والده عبد المطلب على إثر نجاته من الذبح وفاء بالنذر وبنى بها عبد الله وحملت منه بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وواكبت حمله ووضعه آيات نبوته التالية أولا إنه ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح شرعي لا من سفاح جاهلي وهي عصمة إلهية لا يقدر عليها إلا الله ثانيا إن أمه آمنة لم تجد أثناء حملها به صلى الله عليه وسلم ما تجده الحوامل عادة من الوهن والضعف فكان هذا آية ثالثا إن آمنة لما حملت به صلى الله عليه وسلم ولما وضعت رأت نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام رابعا إن آمنة لما حملت به صلى الله عليه وسلم أتاها آت إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وضع في الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام فإذن فسميه محمدا فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض خامسا إنه ولد صلى الله عليه وسلم مثرورا أي مقطوع السرة على خلاف المواليد في قطع القوابل سرارهم المتصلة بأمهاتهم سادسا أنه ولد صلى الله عليه وسلم مختونة فلم يختن كما يختن المواليد ولهذا أعجب به جده عبد المطلب وقال سيكون لابني هذا شأن عظيم وحظي عنده بأكرم منزله سابعا انكسار البرمة التي وضعت عليه بعد ولادته على عادة النساء من قريش إذ وجدت منكسرة على شقين ولم يبت تحتها صلى الله عليه وسلم فكانت آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم ثامنا ارتجاج إيوان كسرى فارس وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته تاسعا خمود نار فارس التي لم تخمد منذ ألف سنة عاشرا امتلاء البيت الذي ولد به صلى الله عليه وسلم نورا ورؤية النجوم وهي تدنو منه حتى لتكاد تقع عليه صلى الله عليه وسلم رأت هذا أمه والقابلة التي كانت معها وحدثتا به وهو حق لا باطل فهذه عشر آيات واكبت ميلاده صلى الله عليه وسلم إعلانا عن نبوته وإعلاما بعلو شأنه وإخبارا بما سيأول إليه أمره فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولد صلى الله عليه وسلم بدار المولد المعروفة بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف وهي الآن مكتبة عامة وكان ذلك عام الفيل كما تقدم أي بعد غزو أبرهة الأشرم وهزيمته بقرابة خمسين يوما فكانت تلك الهزيمة آية أخرى لمحمد صلى الله عليه وسلم دالة على صدق نبوته وصحة رسالته وعظم شأنه في العالمين ولد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والده عبد الله بكذا شهرا إذ تركه حملا في بطن أمه وسافر للتجارة في أرض غزة من فلسطين حيث توفي جده هاشم إلا أن عبد الله عاد منها فمرض في طريق عودته فنزل عند أخواله من بني عدي بن النجار فمات عندهم بالمدينة النبوية وقبره معروف المكان إلى عهد قريب حين أخفي لزيارة الجهال له والاستشفاع به وحتى دعائه والعياذ بالله وهذا لغلبة الجهل على المسلمين لقلة العلماء وقلة الرغبة في طلب العلم نتائج وعبر إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يلي أولا بيان شرف أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وطهرتهما وفي هذا ما يوجب إكباره صلى الله عليه وسلم ومحبته وتقديره ثانيا الآيات العشر التي واكبت حمله وولادته صلى الله عليه وسلم تقرر نبوته وسيادته على الناس أجمعين ثالثا في الآية الثالثة إشارة واضحة إلى عموم رسالته وانتشار دينه في الشرق والغرب رابعا في الآية الثامنة وهي سقوط أربع عشرة شرفة من شرفات القصر آية نبوته صلى الله عليه وسلم إذ تداول ملك الفرس في خلال أربع سنوات عشر ملوك وملكات وتم الأربعة الباقون في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين رضاع الحبيب ومراضعه صلى الله عليه وآله وسلم إن أول مرضع تشرفت برضاعه صلى الله عليه وسلم والدته الشريفة العفيفة الطيبة الأردان آمنة بنت وهب التي رأت من آيات النبوة ما رأت ثم ثويبة مولاة أبي لهب التي أرضعت عمه حمزة كذلك فكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وهو عمه صنو أبيه ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤي بن السعدية من بني سعد بن بكر رضع مع ابنتها الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة وقد رأت في إرضاعه صلى الله عليه وسلم آيات فلنتركها رضي الله عنها تحدثنا بنفسها عما شاهدت من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم تقول حليمة خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء وذلك في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا خرجنا على أتان لنا قمراء ومعنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذي معنا من الجوع إذ ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج خرجنا نلتمس الرضعاء في مكة فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم وذلك أننا كنا نرجو المعروفة من أب الصبي فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري فلما أجمعنا العودة إلى بلدنا قلت لزودي والله إني لأكره أن أرجع ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه فقال لي لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة فذهبت إليه فأخذته وما حملني على ذلك إلا أنني لم أجد غيره فلما رجعت به إلى رحلي ووضعته في حجري أقبل عليه ثديايا بما شاء من لبن فشرب حتى رويا وشرب معه أخوه حتى رويا ثم نام وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة فلما أصبحنا قال لي زوجي تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قلت والله إني لأرجو ذلك ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمورهم حتى إن صواحبي قلن لي يابنة أبي ذؤيب ويحكي اربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فقلت لهن بلى والله إنها لهي هي فقلنا والله إن لها لشأنا ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبا ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعاتهم ويلكم حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبا وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما خفرا أي غليظا شديدا فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به وبعد مقدمنا بأشهر وإنه لفي بهم لنا مع أخيه خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني قال جاء لي رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو فرجعنا به إلى خبائنا وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقه بأهله قبل أن يظهر ذلك له فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا ضئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك فقلت لها قد اشتدبني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين قالت ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك فلم تدعني حتى أخبرتها قالت أفتخوفت عليه الشيطان قلت نعم قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لابني لشأنا أفلا أخبرك به قلت بلى قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدة هكذا كان استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد شأنه ككل أبناء سادات قريش يردعون أولادهم في البوادي ليصحوا أجساما ويفصحوا لسانا ويقووا جنانا ولقد قال مرة صلى الله عليه وسلم معتزا بشرف أصله واسترضاعه في البادية أنا أعربكم أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر نتائج وعبر لهذه المقطوعة من السيرة العطيرة نتائج وعبر نوجزها فيما يلي أولا بيان عدد مرضعاته صلى الله عليه وسلم وأنهن ثلاث أمه آمنة وثويبة مولاة عمه أبي لهب وحليمة السعدية رضي الله عنها ثانيا بيان مدة رضاعه صلى الله عليه وسلم وأنها كانت حولين كاملين وهي المدة التي قررها الإسلام ثالثا بيان ما نال حليمة السعدية وأسرتها من خير وبركة وما فازت من شرف لا يقادر قدره بإرضاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبها له رابعا حب النبي صلى الله عليه وسلم موجب للخير دافع للشر فإن حب أبي لهب له لما بشر بولادته نفعه فرؤي في المنام وإنه يعذب لموته على الشرك والكفر إلا أنه يمتص من أنملته ماء كل يوم اثنين وهو يوم ولادته صلى الله عليه وسلم وتبشيره به خامسا تقرير الإسلام لمشروعية الإرضاع حولين كاملين لمن أراد ذلك سادسا بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي بشق صدره ونزغ مغمز الشيطان منه حتى لا يبقى له محل ينزل به ليوسوس سابعا بيان آيات نبوته التي رأتها آمنة والدته يوم حملها ويوم وضعها ثامنا جواز الاعتزاز بالخير الذي يعطيه الرب تبارك وتعالى عبده ويكرمه به لكن مع شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أولى العبد من خير وفضل كفلاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحاضنته لقد عاد بالحبيب صلى الله عليه وسلم مرضعته حليمة السعدية لتكفله أمه آمنة ويرعاه جده عبد المطلب والله تعالى كالئ الكل وحافظهم وبهذا كانت آمنة الوالدة أول كافل للنبي صلى الله عليه وسلم في صباه وشاء الله تعالى أن خرجت آمنة بغلامها الزكي النقي الطاهر إلى يثرب لتزيره أخواله من بني عدي بن النجار إذ هم أخوال أبيه وخال الأبي خال الابن لأن أم عبد المطلب والد عبد الله هي سلمة بنت عمر النجارية ولما وصلت آمنة الأبواء عائدة من المدينة إلى مكة أدركتها المنية فماتت بها وحضنت الحبيب محمدا الغلام اليافع مولاة أبيه أم أيمن بركه باركها الله ورضي عنها إنها أم أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه وأرضاه فوصلت به حاضنته أم أيمن مكة المكرمة فسلمته إلى جده عبد المطلب فكفله فكان ثاني الكفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد لقي محمد الغلام الطاهر من الحفاوة والتكريم والإجلال والتقدير من جده الكفيل ما لا يقادر قدره ولا يعرف مداه ومات الجد الرحيم والكافل الكريم وسن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ثمانية سنوات ليكفله بوصية خصوصية من عبد المطلب عمه أبو طالب وهو شقيق أبيه فكان أبو طالب ثالث الكفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه وما زال في كفالته حتى بلغ سن الرشد ثم لازمه أبو طالب العم الكفيل فلم يتركه ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد حتى قبضه الله في السنة الحادية عشرة من البعثة النبوية العظيمة ومات أبو طالب مع الأسف على غير ملة الإسلام لما سبق في قضاء الله تعالى أنه يموت غير مسلم ولا راد لما قضى الله نتائج وعبر إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هي كالتالي أولا بيان يتم النبي صلى الله عليه وسلم إذ مات والده وهو حمل لم يولد بعد وماتت والدته وهو في السادسة من عمره وفي القرآن الكريم ألم يجدك يتيما فآوى ثانيا بيان من شرفه الله تعالى بكفالة نبيه أيام طفولته صلى الله عليه وسلم ثالثا بيان شرف بركة أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكرمها الله بحضانته بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم رابعا تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن السعيدة من سعد في بطن أمه والشقية من شقي في بطن أمه كذلك إذ رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن خامسا بيان أن فعل الخير لا يعدم فاعله جوازية فإن أبا طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار لموته على غير الإسلام وأخبر أنه يخفف عنه العذاب لما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عون وحماية طيلة حياته معه في مكة مظاهر الكمال المحمدي قبل النبوة إن الفترة التي قضاها الحبيب صلى الله عليه وسلم من أيام طفولته إلى يوم مبعثه كانت حقا زاخرة بمظاهر الكمالات المحمدية وكلها دلائل لنبوته وآيات لكمالاته وها نحن أولئي نستعرض مع المستمع الكريم طرفا منها طلبا لكمال محبته واليقين في الإيمان به صلى الله عليه وسلم وإن أول تلك المظاهر الكمالية الاستسقاء به صلى الله عليه وسلم وهو طفل لم يبلغ بعد فقد روى ابن عساكر عن جلصمة بن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحت فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسق فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة وما في السماء قزعة فأقبل السحاب منها هنا وها هنا وأغدق واغدودق وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي وفي هذا قال أبو طالب وأبيض يستسق الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل فهذه هي الكرامات الإلهية للحبيب صلى الله عليه وسلم وهو مظهر من مظاهر الكمال إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي به صلى الله عليه وسلم وهو طفل فيأخذه ويأتي به إلى الكعبة ويلصق ظهره بها ويرفع الغلام بين يديه ولسان حاله يقول إسقنا ربنا فقد توسلنا إليك بهذا الغلام المبارك فيسقيهم الله تعالى حتى يجري واديهم وتخصب أراضيهم فكانت هذه من طلائع النبوة وتباشيرها إن نتيجة هذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي هي تقرير النبوة المحمدية وتأكيدها لتثمر بعد ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق القلب به حتى يكون أحب إلى المرء من نفسه التي بين جنبيه ويصبح المحب مستعدا نفسا لترك ما يحب لمحبوبه صلى الله عليه وسلم وبذلك تتم الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته فيما جاء عقيدة وعبادة وخلقا وأدبة وهذه سبيل النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب في الدارين وتلك غاية الطالبين الصالحين وثاني تلك المظاهر للكمال المحمدي أنه صلى الله عليه وسلم لم تكشف له عورة قط بعد أن حدث له مرة وهو ينقل الحجارة مع رجالات قريش لبناء الكعبة المشرفة وكانوا يرفعون أزورهم على عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة وكان هو صلى الله عليه وسلم يضع الحجارة على عاتقه وليس عليه شيء فرآه عمه العباس رضي الله عنه فقال له لو رفعت من إزارك على عاتقك حتى لا تضرك الحجارة ففعل صلى الله عليه وسلم فبدت عورته فوقع على وجهه فوق الأرض مباشرة ونودي أستر عورتك أي ناداه ملك فما رؤيت له بعد ذلك عورة أبدا ومن نتائج هذا المظهر أولا عناية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه له من كل ما يسيء إلى مقامه الرفيع ومكانته السامية ثانيا كشف العورات مما جاء الإسلام بتحريمه ومنعه إلا من ضرورة تطبيب ونحوه ثالثا بيان مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم قومه فيما هو خير ومعروف وهو مظهر من مظاهر كماله صلى الله عليه وسلم ذاتا وروحا وخلقا وثالث مظاهر الكمال أنه صلى الله عليه وسلم قد بغض الله تعالى إليه الأوثان وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها فتيان قريش ورجالاتها من الغناء وشرب الخمر والقمار وسائر الملاهي وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن نفسه فقال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك ثم ما هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالته قلت ليلة لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر كما يسمر الشباب فخرجت حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير لعرس كان لبعضهم فجلست لذلك فضرب الله على أذني فنمت فما إيقظني إلا حر الشمس ولم أقضي شيئا ثم عراني مثل ذلك مرة أخرى ومن نتائج هذا المظهر أولا حماية الله لرسوله من كل ما يسيء إلى سامي مقامه وعظيم منزلته فداه أبي وأمي ثانيا بيان رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم في البادية وهي سنة الأنبياء من قبله فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم فقالوا ولا أنت يا رسول الله فقال ولا أنا فقد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ثالثا إن الحكمة من رعي الأنبياء للغنم هي الإعداد لسياسة البشر بالرفق والرحمة واللين لأن الغنم وهي الضأن والمعز أضعف من البقر والإبل وأحوج إلى الرفق والإنسان أضعف منها ولذا يحتاج إلى سياسة الرفق واللين وعدم الشدة والعنف ورابع المظاهر للكمال هو تحكيم قريش له في أعظم خلاف لها كاد يفضي بها إلى الحرب والقتال وذلك أن السيلة كان قطغى على الكعبة فغمرها بالمياه وزلزل بناءها وكاد يهد أركانها وتشاورت قريش طويلا في إعادة بناء الكعبة بعد الذي أصابها وكانت تتهيب أن تمس الكعبة بشيء كهدمها وتجديد بنائها مخافة أن تنالها عقوبة من الله رب الكعبة وحاميها من كل كيد يراد لها وبعد أخذ ورد أقدمت على هدمها وتجديد بنائها بعدما أعدت لذلك عدته ومنه المال الحلال وفعلا وزعت أركانها على قبائلها وشرعت في الهد والبناء ولما ارتفع جدار الكعبة وبلغ موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يتشرف بوضع الحجر مكانه من الركن اليماني الشرقي وتنافسوا في ذلك وشحوا به على بعضهم حتى كادوا يقتتلون وأخيرا ألهمهم الله تعالى إلى تحكيم أول من يقبل من باب الصفا وما زالوا كذلك حتى أقبل محمد صلى الله عليه وسلم فما إن رأوه مقبلا حتى قالوا هذا الأمين رضينا به حكما وفعلا رضي صلى الله عليه وسلم بتحكيمهم له فأمرهم أن يبسطوا ثوبا فوضعه فيه ثم أمر ممثلي قبائل قريش أن يأخذ ممثل كل قبيلة بطرف ورفعوه ولما حاذوا به مكانه من الجدار رفعه صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين فوضعه مكانه وبذلك حقنت دماء قريش وعادت الألفة والمودة بين رجالاتها فكان هذا الحكم والتحكيم أكبر مظهر من مظاهر الكمال المحمدي قبل إنبائه وإرساله نبيا ورسولا ومن نتائج مظاهر الكمال المحمدي في هذا المظهر أولا تقرير الكمال المحمدي الذي ادل عليه وصف قريش له بأنه الأمين إذ لم يعرف بخيانة في عرض ولا مال ولا قول ولا عمل قط ثانيا حسن السياسة التي بها حقنت دماء قريش التي كادت تسيل من شدة الخلاف واحتدامه ثالثا إظهار شرف محمد صلى الله عليه وسلم على كافة رجالات قريش بتحكيمهم إياه ورضاهم بحكمه وبهذا وغيره قامت الحجة على أكثرهم في إنكارهم نبوته واعتراضهم على رسالته واتهامهم إياه بالنقائص وهو أكملهم على الإطلاق وخامس المظاهر للكمال المحمدي اعتراف بحيرا الراهب بكماله وبنبوته ووصيته عمه أبا طالب به وذلك أنه لما بلغ صلى الله عليه وسلم الثانية عشرة من عمره أو ما يقاربها وأراد أبو طالب وهو عمه وكافله السفر إلى الشام بصحبة قافلة تجارية عز على أبو طالب أن يخلف محمدا وقد امتلأ قلبه بحبه صلى الله عليه وسلم وعز على محمد صلى الله عليه وسلم كذلك فتعينت الصحبة فصحبه أبو طالب معه إلى الشام مجتازين ديار ثمود وبلاد مدين إلى الشام وانتهوا إلى بصرة من ديار الشام فنزلوا منزلا قريبا من صومعة راهب هو بحيرا وكان بحيرا ذا علم بالمسيحية والكتب الأولى وكان رأسا في هذه المنطقة لعلمه وفضله وشاء الله تعالى أن يطل من أعلى صومعته فيرى قافلة قريش وهي مقدمة نحوه وأن بينها غلاما تضلله غمامة من الشمس ولما وقفت القافلة للنزول ونزلت رأى الغمامة تقف فوق الغلام لا تتعداه تحفظه من حر الشمس فعلم أن لهذا الغلام شأنه كيف يصل إليه ويجري الحديث معه ليعرف شأنه ما كان من الراهب إلا أن دع القافلة إلى طعام عشاء عنده بعنوان ضيافة وقبلت القافلة ذلك بعد تردد واستفسار عن مثل هذه الضيافة التي لم تحصل لقوافلهم المتعددة قط وطمأنهم بحيرا بأن غرضه الإكرام والتعرف على أحوالهم ولما حضر الطعام وتقدم الأكلة لم يرى بحيرا الغلام الذي رأى الغمامة تظلله فتعجب وقال للقوم هل تخلف من قافلتكم أحد فقالوا له فقال بلى أين الغلام الذي كان معكم فجاءوا به وقد تخلف لصغره وحيائه أن يطعم مع رجالات قريش فبقي في رحل عمه فلما جاء وجلس أخذ بحيرا يلحظه ويتأمله ولما انصرف القوم قام بحيرا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا غلام أسألك بحق الله والعزة جريا على حلف العرب بهما إلا أخبرتني عما أسألك عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني بالله والعزة فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما فقال له أسألك بالله إلا أخبرتني عما أسألك عنه فقال له صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك فجعل بحيرا يسأله عن أشياء عن حاله في نومه وهيئته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من نعوت الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته التي عرفها من الكتب السابقة ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه وكان مثل أثر المحجم ثم التفت الراهب بحيرا إلى أبي طالب فسأله عن الغلام فأخبره فعلم أنه النبي المنتظر وأمره أن يعود به إلى دياره مخافة أن يغتاله يهود إذا رأوه وعلموا به فقضى أبو طالب حاجته من تجارته بسرعة وعاد بابن أخيه مسرعا إلى مكة ومن نتائج هذا المظهر من مظاهر كماله صلى الله عليه وسلم أولا بيان مدى حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا آية تضليل الغمامة للنبي صلى الله عليه وسلم ثالثا تقرير النبوة المحمدية بشهادة بحيرة الراهب رابعا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من الشرك لبغضه الحلفة بالله والعزة أشد بغض خامسا حرمة الحلف بغير الله تعالى وأن الحلف بغير الله تعالى شرك وسادس المظاهر للكمال المحمدي حضوره صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وإن حلف الفضول كان بعد حرب الفجار التي كانت حربا فجر فيها أهلها بانتهاكهم حرمة الشهر الحرام وقد دارت تلك الحرب بين كنانة وقريش من جهة وقيس من جهة أخرى وكان سببها تافها لم يعد قتل رجل من قيس تداعى بعده الأحلاف للقتال ولما انتهت تلك الحرب الفاجرة الخاسرة إذ هي من عمل الجاهلية دعت قريش إلى حلف الفضول وسببه أن رجلا من زبيد جاء مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل وكان ذا قدر وشرف في مكة فمنعه حقه فاستعد الزبيدي الأحلاف على العاص وهم عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل فما كان منه إلا أن على جبال أبي قبيس وصاحب شعر يصف فيه ظلامته وعنها مشى الزبير بن عبد المطلب وقال ما لهذا ما اترك فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرج في دار عبد الله بن جدعان ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره إذ ذاك عشرين سنة فصنع لهم عبد الله طعاما وتحالفوا وهم في شهر ذي القعدة أي حلف بعضهم لبعض متعاهدين متعاقدين بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه فسمت قريش ذلك الحلفة حلف الفضول وقالوا قد دخل هؤلاء في فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاص بن وائل وانتزعوا منه حق الزبيدي وفي هذا قال الزبير بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه توافقوا وتعاقدوا فالجار والمعتر فيهم سالم وفي هذا الحلف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت وعبد الله بن جدعان هذا هو الذي كان يكسو ألف حلة وينحر ألف بعير في كل موسم وقالت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن جدعان يا رسول الله كان يطعم الطعام ويقر الضيف فهل ينفعه ذلك يوم الدين فقال لا لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ومن نتائج هذا المظهر أولا شعور أهل الجاهلية بالخطيئة وكراهيتهم لها ولهذا سموا تلك الحرب بحرب الفجار ثانيا بيان ظلم وطغيان العاصب نوائل وهو الذي وقف في وجه الدعوة الإسلامية يحاربها حتى مات إلى جهنم ثالثا بيان مرؤة الزبير بن عبد المطلب إذ هو الذي كان السبب في تكوين حلف الفضول وإعادة حق الزبيدي إليه بعد انتزاعه من العاص بن وائل رابعا بيان فضل بن هاشم على غيرهم وحسبهم شرفا مفاخرهم الجمة وكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم خامسا تقرير الكمال المحمدي وتأكيده بحضوره صلى الله عليه وسلم هذا الحلف ومفاخرته به في قوله الثابت الصحيح لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت سادسا عدم انتفاع العبد بما يعمله من الخيرات والصالحات إذا مات مشركا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد سألته عن عبد الله بن جدعان إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أي لا ينفعه عمله الصالح لموته على الشرك والكفر وسابع الكمالات المحمدية هو رغبة خديجة فيه صلى الله عليه وسلم وزواجها به إنه صلى الله عليه وسلم لما تجاوز العشرين من عمره وحضر حلف الفضول وقبله تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود واشتهاره بالصدق والوفاء والأمانة والعفة والنزاهة زيادة على شرف الأصل وطيب النسب وكان بمكة امرأة سرية ثرية ذات كمالات نفسية من خلق فاضل وأدب رفيع تلك هي خديجة بنت خويلد الأسدية القراشية رضي الله عنها وقد بلغها من مظاهر الكمال المحمدي ما جعلها تعرض عليه للتجار بمالها ليوفر له دخلا ماديا يستغني به عن كفالة عمه أبي طالب ورفادته ورضي الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعرض وقبل الطلب وخرج في قافلة تجارية إلى الشام ويصحبه في رحلته لخدمته غلام خديجة المسمى ميسرة وهذه هي المرة الثانية التي يسافر فيها صلى الله عليه وسلم إلى الشام إذ الأولى كانت مع عمه وفي صباه وقد تقدم الحديث عنها في رابع الكمالات المحمدية ومن الآيات التي شاهدها ميسرة في سفره مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه رأى ملكين يضللانه من حر الشمس إذا اشتدت الهاجرة كما أنه صلى الله عليه وسلم نزل يوما تحت ظل شجرة قريبة من صومعة راهب فرآه الراهب فسأله عنه فقال له هو رجل من أهل الحرم قرشي فقال له الراهب إنه ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي وذلك لما شاهد من آيات النبوة التي تلوح لكل ذي بصيرة وتأمل كما قال الأعربي الذي نظر لأول مرة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال والله ما هذا الوجه بوجه كذاب عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم بتجارة رابحة وسرة خديجة وزادها سرورا ما أنبأها به غلامها ميسرة من خبر الراهب وأمر الملكين الذين يضللانه من حر الشمس فرغبت لذلك ولغيره في الزواج به صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ خمسة وعشرون عاما وعمرها ما بين الخامسة والثلاثين والأربعين من السنين وقد تزوجت قبله صلى الله عليه وسلم أبا هالة سرارة التميمي وتزوجت قبل هذا بعتيق ابن عائذ ولدت له ابنا يدعى هندا وبهذا كان كل من هند وهالة ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطبة الزواج الميمون كالتالي بعثت خديجة إليه صلى الله عليه وسلم تقول يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك وسيادتك في قومك وحسن خلقك وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها ليتزوجها وكانت رضي الله عنها يومئذ من أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا وكل واحد من قومها كان حريصا على الزواج بها لو يقدر على ذلك فذكر صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب حتى دخل على والدها خويلد بن أسد فخطباها إليه فزوجها وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج غيرها حتى توفاها الله وانتقلت إلى جواره وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا ما كان من إبراهيم فإنه ابن مارية القبطية ومن نتائج وعبر هذا المظهر أولا تقرير النبوة المحمدية برؤية الملكين يضللانه من حر الشمس ثانيا شهادة الراهب له بالنبوة وهي شهادة عالم وكفى بها شهادة ثالثا بيان ما حبى الله تعالى به نبيه من الكمالات النفسية التي رغبت خديجة في الزواج به رابعا مشروعية إبداء المرأة رغبتها في الرجل تريد الزواج به خامسا مشروعية الخطبة للزواج ويتولى ذلك قريب الزوج كما تولى حمزة وأبو طالب خطبة خديجة من والدها خويلد بن أسد سادسا بيان شرف أمنا خديجة أم المؤمنين وهي حقا سيدة نساء أهل قريش وقد جاء جبريل عليه السلام ببشارة لها من أعظم البشريات جاء بها من الله عز وجل وهي إن الله يقول لك يريد رسول الله أقرئ خديجة مني السلام وبشرها بقصر في الجنة من قصب أي من ذهب دنو ساعة طلوع الشمس المحمدية لقد بلغ الحبيب الآن الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم وأخذت ساعة طلوع الشمس المحمدية تقترب وها هو ذا صلى الله عليه وسلم إن غدا لحاجة أو راح لا يمر بشجر ولا حجر إلا قال له السلام عليك يا رسول الله فيلتفت حوله يمينا وشمالا فلا يرى أحدا سوى الشجر والحجر يسلم عليه فكانت هذه مقدمة الإنباء العظيم وفي ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول طلعت الشمس المحمدية حيث صار لا يرى رؤيا في ليله ولا نهاره صلى الله عليه وسلم إلا جاءت كفلق الصبح وهذا الزهري يروي عن عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قولها إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح قالت وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده واختار صلى الله عليه وسلم لخلوته المحببة إليه جبل حراء وهو أحد جبال مكة المطلة عليها فكان يخلو به مجاورا فيه يتحنث أن يزيل الحنث عنه وهو ما يراه من الشرك والباطل بين أفراد قومه من قريش وفي ليلة من ليالي رمضان المبارك ولعلها السابعة عشرة منه نزل عليه جبريل عليه السلام يحمل بشرى النبوة تمهيدا لحمل الرسالة إلى الناس كافة وها هو ذا إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه يروي لنا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قصة بدء الوحي إذ تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء جاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني أي ضمني إليه وعصارني كما تضم الأم ولدها إلى صدرها رحمة به وشفقة عليه حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ومن نتائج وعبر هذه المقطوعة من السيرة العطرة أولا تقرير سنة غالبة وهي أن الأنبياء يرسلون على رأس الأربعين من أعمارهم ثانيا بيان آية من آيات النبوة المحمدية وهي سلام الأشجار والأحجار عليه صلى الله عليه وسلم ثالثا تقرير أن الرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة إذ فترة الوحي كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناما رابعا مشروعية العزلة إذا فسد الناس وأصبح المؤمن لا يسلم من شرهم خامسا بيان أن أول ما نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق وأن النبوة كانت قبل الرسالة إذ نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسله بالمدثر وبينهما فترة من الزمن سادسا تعين القراءة على المسلم وطلب العلم والتعليم إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أشعة الشمس المحمدية تضيء دار خديجة وتشرق على ورقة ابن نوفل ما إن جاء صلى الله عليه وسلم خديجة وقص عليها حتى قالت له أبشر يا ابن عم فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ثم جمعت عليها ثيابها وانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل وقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة هذا النموس الأكبر الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال ورقة نعم لن يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يقضي المدة التي يقضيها في غار حراء متحنثا فعاد إلى حراء لإتمامها فلما قضاها وعاد من جواره بدأ بالبيت كعادته فطاف سبعا فلقيه ورقة وهو يطوف فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبنه، ولتؤذينه، ولتخرجنه، ولتقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم، لأنصرن الله نصرا يعلمه، ثم أدنى رأسه منه، فقبل يا فوخه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، وحمل خديجة حرصها على تجل الحقيقة، ومعرفة الأمر على حقيقته ليكون إيمانها بعلم ويقين، فأجرت الاختبار التالي، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عم، هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذ جاءك؟ قال نعم، قالت فإذا جاءك فأخبرني، فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يجيئه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة، يا خديجة هذا جبريل قد جاءني، قالت قم يا ابن عم، فاجلس على فخذ اليسرى، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليسرى، قالت هل تراه؟ قال نعم، قالت فتحول فاجلس على فخذ اليمنى، فتحول وجلس، قالت هل تراه؟ قال نعم، قالت فتحول فجلس في حجري، فتحول فجلس في حجرها، قالت هل تراه؟ قال نعم، فتحسرت وألقت خمارها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها، ثم قالت هل تراه؟ قال لا، قالت يا ابن عم، اثبت وأبشر، فوالله إنه ملك، وما هذا بشيطان؟ وبهذا كانت خديجة أول من استضاء بنور النبوة المحمدية، وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي الذي جاءه، كما أن ورقة كان من الفائزين بالأسبقية، لولا أن المنية اخترمته، فلم يشهد ضحى الشمس المحمدية. ومن نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة، أولا بيان كمال عقل خديجة وصحة علم ورقة، وفضل كل منهما وكماله الروحي، ثانيا بيان ذكاء خديجة وسلامة فطرتها، بإجرائها ذلك الاختبار الذي كانت نتيجته تقرير النبوة المحمدية، فآمنت على علم ويقين، فرضي الله عنها وأرضاها، ثالثا الملائكة تكون مع الحياء والستر، والشياطين تكون مع التفحش والوقاحة والعري، رابعا استحباب ستر المرأة رأسها ولو في خلوتها حتى لا تقربها الشياطين، فطور الوحي وعودته إنه بعد تلك المفاجأة الثارة له صلى الله عليه وسلم، ولخديجة رضي الله عنها وورقة بن نوفل، غفر الله له، فتر الوحي، وانقطع قرابة الأربعين يوما، ومات ورقة، واشتد الألم النفسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى صرح لخديجة بأنه خائف على نفسه، بل كان كالهائم على وجهه في جبال مكة وشعابها، وكان كل ما اشتد به الحزن تبدى له جبريل يقول له يا محمد إنك رسول الله حقا، فيخف عنه حزنه، ويقل ألمه، وتمضي الأيام، وفجأة وهو يمشي يسمع صوتا من السماء فيرفع بصره، فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء قاعد على رفرف بين السماء والأرض، فرعب منه أشد الرعب، ورجع إلى أهله يقول زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى قوله، يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر، ومن النتائج والعبر لهذه المقطوعة من السيرة العطرة، أولا تشويق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، بانقطاعه عنه مدة من الزمن، الأمر الذي تألم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الألم، ثانيا لطف الله تعالى ورحمته بنبيه صلى الله عليه وسلم، إذ كان يرسل إليه جبريل يناديه ويطمئنه ويبشره بأنه رسول الله حقا، ثالثا بيان أول ما أرسل به صلى الله عليه وسلم، وهو النذارة، والبشارة لازمة لمن قبل النذارة، فآمن ووحد الله في عبادته، وتابع الرسول فيما جاء به، صور الوحي المحمدي إن الوحي هو الإعلام السريع الخفي، وله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صور، جاء ذكر بعضها في قول الله تعالى من سورة الشورى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا، فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم، وبيان تلك الصور كالتالي، أولا الرؤية الصالحة الصادقة في النوم، وقد بدأ بها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت لمدة ستة أشهر، إذ قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثانيا الإلقاء في الروع والنفث فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ثالثا أن يأتي في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك عن نفسه في حديث البخاري، إذ قال صلى الله عليه وسلم، وقد سأله الحارث بن هشام عن كيفية إتيان الوحي له، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فينفصم عني، وقد وعيت عنه ما قاله، رابعا أن يأتيه الملك في صورة رجل، فيوحي إليه ما شاء الله، وهو أهون عليه، لوجود التجانس المطلوب عادة للتفاهم بين المتخاطبين، وقد جاء هذا أيضا في حديث البخاري، إذ جاء فيه قوله، وأحيانا يتمثل لي رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وكثيرا ما كان يأتيه صلى الله عليه وسلم جبريل، في صورة دحية الكلبي، خامسا أن يخاطبه الرب عز وجل كفاحا من وراء حجاب، كما تم ذلك له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، حيث فرد عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، وتردد عليه في ذلك عدة مرات يسأله التخفيف، وكان ذلك بإرشاد موسى عليه السلام، وكما تم لموسى بجبل الطور عدة مرات، فكان يسمع كلامه ولا يرى وجهه، ومن نتائج وعبر هذه المقطوعة من السيرة العطرة، أولا تقرير الوحي المحمدي وإتيانه، ثانيا بيان صور الوحي التي كان ينزل عليها، ثالثا تقرير أن الرؤية الصالحة من الوحي، رابعا ذم الحرص من عبد يؤمن بالقضاء والقدر، خامسا بيان حقيقة أن ما عند الله ينبغي أن يطلب بطاعته تعالى لا بمعصيته، سادسا تقرير سنة وهي أن التجانس ضروري لحصول التفاهم بين المتخاطبين، سابعا بيان شرف دحية الكلبي الأنصاري، إذ كان جبريل يأتي في صورته، ثامنا أكمل صور الوحي مكان كفاحا مع الله عز وجل بلا واسطة، أي مواجهة ليس بينهما شيء.